نحن سكان قرية ذرع لبيض بلدية اليشير حي خمسة جويليا عندنا رانا مضرورين في بزاف مشاريع ناقصين جدا عندنا اول حاجة نبدو ان شاء الله طريق الفرعية الطرق الفرعية راهي ناقصة بزاف يعني ديك نهار بدأوا كما قالوا مشروع مناطق الضيلة هذه بدأوا طريق لحقوا للمسجد حبسوا علي نحن حوالي بقات واحدة سبعمائة متر او ثمانمية بقات بدون مشروع منطق الضيلة هذه وعدناها لانا فرع سنين من جاء شافوها الكهرباء كذلك ولكن متعين اولوا او قمانا تاقض الظل هذه ما تاقض الظل هذه مش تاقض الظل هذه انقصروا بي بالشعب اذا موش هو وجبها اذا مكي وعدنا بحاجة انه نوفو ومن وعدوها فا فشتة منعاني ونعاني 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 بزاف منها نعاني ومنها بزافة بعد الهبطة هذه واعرع لنا بزاف ذراري الصباح في شتيت مرمدو نوجول الشكون تعنا السلوطات المعنية يتلفتو لين شوية ان شاء الله انشغالهم يصب في طريق الفرعي هو حقيقة طريق هذا غير مهيئ كبقية طرق الفرعية لقرية درع لبذ وكبقية طرق الفرعية لمختلف قرى ومداشر بلدية اليشير المهم هذا الطريق هذا رأينا نأخذ بعين الاعتبار كبقية طرق وقدرنا لهم بطاقة تقنية بحوالي 7 مناير ونحن في المستقبل القريب إن شاء الله راح نأخذها جهة بجهة على كل حال هو جزء من طريق من المسجد إلى غاية العين في الإنجاز يعني على أقل نصف الطريق وبينما بقي الانشغال يتعلق بالمنازل غير مرتبطة بالكهرباء أيضا هناك مشروع لقرية درع لبيض لإيصال المنازل الغير مرتبطة بالكهرباء وكذلك المناطق بالغاز الطبيعي وهذا في سواء مناطق الظل أو في عند الإدارة المحلية لوليث برج بوريرج